بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم مع قناة درس الياديات اونلاين بالنسبة لحبيبنا الهلوين الاطفال اللي لسه فرودة كيجي وان وكيجي تو والصف الاول الابتدائي طبعا لما بنجي نعمل عملية الطرح للاعداد الصغيرة من واحد الى عشرة بنستخدم اصابع اليد لاننا عندنا ايدين اتنين كل ايد فيها خمس اصابع يعني مجموع اليدين عشر اصابع يعني لما بتقابلنا عملية الطرح زي دي عشرة ناقص ستة بعمل ايه بنقص ست صوابع يعني لو افترضنا ان احنا الصابع اللي عملنا عليه علامة خطأ ده هو الصابع اللي احنا مش هنعده بصوا كده عده احنا كده نقصنا تمام هيبقى لكم صابع واحد اتنين تلاتة اربعة يبقى عشرة ناقص ستة بتساوي اربعة طب لو قالي 11 مائص ستة طبعا الا ادية الاتنين فيها عشر صوابع طب هجيب 11 صابع من اين ما ينفعش النهر ده هعلمكم طريقة لاجراء عملية الطرح يا حبيبي للاعداد من 11 ل 19 بدون استخدام الاصابع لان ما ينفعش نستخدم الاصابع مع اعداد زي ال 11 وال 12 وال 13 لحد ال 19 لان يدينا فيها عشر اصابع فقط طب تعالوا كده مع بعض نتعلم طريقة جميلة جدا لطرح الاعداد من 11 الى 19 بطريقة سهلة جدا بدون استخدام الاصابع نشوف كده مع بعض يعني لو قلت لك 11 ناقص 4 اما تجي تفرد ايديك الاتنين هبص تلاقي ايديك فيها عشر صوابع ما فيهاش 11 تب تعمل ايه؟ تعالوا مع بعض نتعلم طريقة سهلة جدا لاجراء عملية الطرح بدون استخدام الاصابع ولو عقبكم الفيديو نعمل لايك واشتراك ونعرف اصحابنا واصدقائنا باسم قناتنا قناة درس رياديات اونلاين بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ كده مع بعض 11 ناقص 4 الـ 11 اكتر من عدد اصابع اليدين عندي هستخدم طرقة بقى سهلة جدا ايه هي الطرقة دي؟ بكتب الاعداد من 0 ال 9 بالطرقة دي 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ماشي يا حبيبي كده؟ طيب بعمل ايه بعد كده؟ باخد خانة الاحد بعلم عليها ويه العدد المطروح ولازم العدد دا يكون من 1 الى 9 تمام يا حبيبي؟ طيب نحدد كده في الارقام اللي انا كتبتها او في الاعداد دي العدد المطروح اللي هو الاربعة فين الاربعة؟ احيه اعلم على الاربعة وبعد كده اخد الاحد اللي هو هنا الواحد وابدأ العدد من عند التسعة تمام؟ انا معي الواحد تبع عندي هنا التسعة ايه هبدأ العدد من عندها بعد الواحد كام؟ او الاتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة وقف عندي الاربعة اللي هو العدد المطروح تمام؟ يبقى الناتج عندي كام؟ او باقي الطرح كام؟ هو السبعة ناخد مسألة كمان اتناشر ناقص خمسة اللي اتناشر اكتر من عدد اصابع اليدين عندي يعني مش هقدر استخدم ايديا الاتنين ليه؟ لان الاتناشر اكتر من اصابع اليدين اصابع اليدين عشرة بس هاعمل ايه؟ هكتب الاعداد من صفر لتسعة زي ما عملت دلوقتي هنكتبه ادي صفر واحد اتنين ثلاث اربعة خمس ست سبعة تمانية تسعة تمام بعد كده بعدد او بعلم على العدد اللي هو المطروح اللي هو الخمس فين الخمسة؟ اهي احط عندها على ما كده عشان ابقى اعرفها وهقف عندها طيب فين الاحد بتاعي العدد بتاعي هنا اتناشر الاحب بتاعها اتنين يبقى عد من بعد الاتنين تمام؟ بعد الاتنين كام؟ تلاتة هنبدأ العد من عند التسعة يبقى قول تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة واقف عند الخمسة اللي هو العدد المطروح هبص تلاقي الخمسة تحتها كام؟ تحتها سبعة يبقى هي دي الاجابة بتاعتي ناخد كمان بعض المسائل عشان نتعلم الطريقة دي 18 مايس خمسة التمنتاشر اكتر من عدد صوابع ايدي يعني مش هقدر استخدم ايدي ده ما انا عايز اعمل عملية الترحدية بدون استخدام الاصابع يبقى كتبي الاعداد من صفر التسعة بالشكل ده ده صفر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة تمام؟ بعد كده احدد العدد المطروح كام تمانية؟ فين التمانية هين عشان اعلم عليها؟ اهي اعلم عليها بنقطة كده ايه؟ بسيطة وبعد كده اخد خانة الاحد عند اللي هي التمانية وعد من بعد التمانية بعد التمانية كام؟ تسعة يبقى نقول كده كام؟ تسعة تمام كده يا حبيبي؟ طي والتمانية اللي عندها الصفر اعمل فاقي بقى تمام؟ تسعة يبقى هنا هقول عشرة تمام؟ واعلم انا وقفت عندي التمانية اللي هو العدد المطروح تمام؟ تحت التمانية كام يا حبيبي؟ تحت التمانية عشرة يبقى تمنتاشر نائس تمانية بتساوي عشرة عملتها بدون استخدام الاصابع ناخد مسألة كمان تسعة 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 التسعة تاشر اكتر من عدد اصابع اليدين تبقى نعيز اعمل عملية الترحدية بدون استخدام الاصابع يبقى اكتب الاعداد من صفر لتسعة هذه صفر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة تمام بعد كده بشوف العدد المطروح كام تسعة واعلم عليه هنا فين التسعة؟ اهي اهي اهيي التسعة موجودة عندي اهي بعد كده احدد خانتي الاحد واعد من بعدها بعد التسعة كام يا حبيبي بعد التسعة عشرة تبقى انا هقفل عدد التسعة بس لان المطروح كام تسعة واروح جايب واخد العدد اللي تحت التسعة اللي هو العشرة يبقى تسعتشر نقص تسعة كام بتساوي عشرة ناخد كمان مسألة او اتنين ونشوف اربعة عشر نقص تمانية اللي اربعة عشر اكتر من عدد اصابع اليدين بتاعتي يبقى هعمل ايه هكتب الاعداد من صفر التسعة نكتب كده ادي صفر واحد اتنين تلاتة اربعة خمس ست سبعة تمانية تسعة بعد كده اشوف العدد المطروح كام تمانية فين التمانية هنا اهي اعلم عليها بنقطة صغيرة كده او نقطة بسيط عشان ابقى عارف وبعد كده ارجع للاحد الاحد كام اربعة ابدأ اعد من بعد الاربعة يبقى هقول كام والعد يبدأ من عند التسعة الخمسة ستة واقف لحد التمانية اللي هو العدد المطروح واخد العدد اللي انا كدبه تحت التمانية اللي هو كام الستة يبقى اربعة عشر نقص تمانية بتساوي ستة طيب ناخد كمان مسألة خمستاشر نقص سبعة الخمستاشر اكتر من عدد اصابع اليدين هعمل ايه هكتب الاعداد من صفر لتسعة ادي صفر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة تمام هبدأ احدد العدد المطروح كام سبعة فين السبعة هنا اهي احط فوق نقطة صغيرة كده طب وبعد كده اشوف الاحد بتاعي العدد بتاعي خمستاشر احدها خمسة يبقى ابدأ احد من بعد الخمسة والعدد يبدأ من تحت التسعة يبقى بعد الخمسة كام اكتب تحت التسعة بقى كام ستة سبعة تمام تمانية واقف عندي السبعة مع الدهاش لان السبعة هي العدد المطروح واخد العدد اللي مكتوب تحت السبعة اللي هي موجودة عندي دي كام يا طرى تمانية اخد التمانية واكتبه هنا يبقى خمستاشر نائل سبعة بتساوي تمانية ايه رأيكم يا حبيبي في الطرقة دي طريقة سهلة وما بستخدمش فيها اصابع اليدين لان بيبقى عندي العدد اللي عندي عدد كبير اكتر من عدد اصابع اليدين فبستخدم طريقة سهلة جدا وهي كتابة الاعدد من صفر التسعة وابدأ العدد من تحت التسعة على طول يا حبيبي تمام وقف عندي العدد المطروح واخد العدد اللي انا كتبته تحته هيبقى هو باقي عملية الطرح لو عجبكم الفيديو نعمل لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتنا ونعرف اصحابنا واصدقائنا باسم قناتنا قناة درس رياضيات اونلاين اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد ومعلومة جديدة ويا رب كل فيديوهاتنا تنال اعجابكم ونتمنى منكم الدعم والاشتراك في هذه القناة حتى نستمر فيه تقديم محتوى مفيد ونافع لكل اولادنا في جميع المراحل الابتدائية وخصوصا مرحلة كيجيوان وكيجي تو والقسم التحضيري اشوفكم ان شاء الله على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته